بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام من أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان حق الكرامة والتفضيل فالإنسان مخلوق مكرم ومخلوق فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل هنا قول الله عز وجل كرمنا وفضلنا وذكر هذا التكريم وهذا التفضيل لبني آدم ولم يخص طائفة أو فئة أو لون أو أمة من الأمم وإنما ذكر بني آدم جميعهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم فالإنسان في أصل خلقته إنسان مكرم ولكن بعد ذلك تجتاحه الشياطين ومن هم من يؤمن بالله ومن هم من لا يؤمن من لا يؤمن بالله لكن من أهم الحقوق هو أن هذا الإنسان المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب ثم جعل نسله من هذا الذي خلقه من تراب من آدم هذا أصله واحد وخلقته واحدة وخالقه واحد فهو مكرم ومفضل فضله الله بالعقل وفضله الله بالتكليف وفضله الله عز وجل بالإنسانية التي يتميز بها عن غيره من سائر المخلوقات إذن هذا حق من حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام له هو حق الكرامة وحق التفضيل أيضا من الحقوق عدم التمييز في حق الكرامة والتفضيل بين إنسان وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو النسب أو القبيلة أو الغنى والفقر أو الجاه والضعاء إذن هذه لا ينظر إليها في إعطاء الإنسان حقوقه وتكريم الإنسان كإنسان لأن الله عز وجل بيّن ميزان دقيق في التفضيل بين الناس لا يرجع هذا الميزان إلى شيء من ما ذكر من العرق والجنس والنسب والمال لا ينظر إليه وإنما الميزان الحقيقي في التفضيل هو التقوى لله عز وجل يدل على عدم التمييز قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن أصل خلقتكم واحدة ثم جعلهم الله سبحانه وتعالى شعوبا وقبائل وبيّن أن الأفضل عند الله هو الأتقا لله عز وجل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا للتقوى لله عز وجل التقوى لله عز وجل والعمل بطاعة الله عز وجل هذه التي يحصل فيها التفاضل أما سائل الحقوق الأساسية للإنسان فالناس فيها سواء كذلك لا فرق بين الذكر والأنثى في هذه الحقوق الأساسية للإنسان قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال وهذا يعني أن لهن مثل الذي عليهن بالمحروف هذا حق قرره الإسلام للإنسان وهو عدم تمييز بين الناس في الكرامة والتفضيل على أساس من الاختلافات الدنيوية الأمر الآخر من الحقوق الدعوة إلى التعاون الإسلام يدعو جميع الناس بغض النظر عن انتماءاتهم وأديانهم ولغاتهم وجناسهم يدعوهم إلى التعاون إلى التعاون على البر تعاون على الخير التعاون على الإحسان لبني الإنسان ونبذ العنف والظلم والقتل قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبين الله سبحانه وتعالى أن الناس هم من آدم وحوى في أصل خلقتهم ثم الله جعلهم شعوبا وقبائل وبينا أنه لابد أن يكون بينهم تعارف وإذا حصل التعارف حصل التعاون وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني من أجل أن تتعارفوا وإذا حصل التعارف حصل التعاون وحصل الخير ومنع الشر والاعتداء والظلم هذا والله أعلم شكرا